اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من برنامج المجلة اليهودية حلقة اليوم سوف تتحدث عن احتفال يهودي ثانوي يقع في يوم الثالث والثلاثون من عمر واز الاحتفال يسمى لك بعمر ما هو عمر؟ عمر هو فترة زمنية تمتد 49 يوما بين الفصحي وشفعود أو عيد الأسابيع وهذه الفترة لها أساس كتابي إذ يأمر صفر اللاويين الشعبة أن يعدى سبت أسابيع كاملة لشفعود ابتداء من تقدمة الحبوب في الفصحي في المسكن يقول النص الكتابي ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد سبعة أسابيع تكون كاملة في سفر اللاويين وبعد دمار الهيكل توقفت تقدمة الحبوب ولكن الأحبار حافظوا العد الأسابيع كونها وصية وثم تأتي بريكة خاصة تقرأ قبل العيد تقول مبارك أنت الله إلهنا سيد العالم الذي قدسنا بوصاياه وأمرنا أن نحسب عمر ينص التشريع اليهودي على أن يذكر بالعد اليوم ثم الأسبوع ثم الأيام التي مضت مثلا في يوم معين يقول اليوم التاسع والعشرون أي أربعة أسابيع ويوم واحد من عمر وفي اليوم البعد التالي يقول واليوم الخامس والثلاثون أي خمسة أسابيع من عمر تطلع المباركة مساء وأنسى المر أو الشخص أن يعد عمر في المساء فيمكنه عده في النهار بدون تلاوة المباركة ثم تنقاش بين الأحبار إن كانت أيام عمر وصية واحدة أو تسع وأربعين وصية منفصلة ولكن الاتجاه الغالب الفقهي بين الأحبار يقول إنها وصية واحدة ما هو إذن هذا الاحتفال الذي يأتي في الوسط ويسمى لج بعمر هو هذا الاحتفال يتم في اليوم الثالث والثلاثون من عمر وهو يأتي في الثامن عشر من أيار وبالعبرية فإن القيمة العددية للحرف لامد وقيمل قدمت اختصار لايك لتضمن قيمة عددية 33 ولهذا تم اختيار هذا اليوم الثالث والثلاثين من عمر ما هو خلفية الاحتفال؟ لكل احتفال توجد ما يسمى خلفيات أو ظروف وفرت المناخ أو الأسباب لهذا الاحتفال عمر هو فترة شبه حداد حتى كانت حفلات الزفاف ممنوعة وكانت لها علامات حزن ولهذا كان اليهود المتدينون وإلى الآن لم يقصوا لا يقصون شعورهم وثمت آراء مختلفة بخصوص أسباب الاحتفال بعيد لقب عمر من الصعب طبعا في البحث العلمي أن نرزم بشكل قاطع ما هو السبب الصحيح ألا ولكن الفكر اليهودي تجاه العام الديني يقول بأن هذا العيد مرتبط بالحبر آكيفا إذن الحبر آكيفا وبار كخبة يقدم التلموذ خلفية هذا الاحتفال أو هذه المناسبة بالقول أن السبب هذه المناسبة أن في ذلك الموسم أي في فترة عمر حدث وباء قتل ألاف من تلمزة الحبر آكيفا لأنهم لم يكنوا يعاملون بعضهم بعضا باحترام وأن الحداد جاء لذكر هؤلاء التلاميذ والعقوب القاسية التي حلت بهم ووفق التقاليد ترجى للقرون الوسطى فأن الوباء توقف في يوم الثالث والثلاثين أي يوم لقب عمر وعلى ذلك فأن هذا اليوم لقب عمر صار يوما سعيدا يعترض فترة الحداد لمدة الشهر والنصف تقريبا في هذا اليوم إلى 24 ساعة في هذا اليوم لقب عمر يعتبر يوم فرح لمدة 24 ساعة ولكن الخلفية المحتملة لقصة مقتل تلاميذ عكيفا هي ثورة باركوخبة فبعدما بدأ الحبر عكيفا فعليا بالتأييد ثورة باركوخبة وذهب بعيدا في مناصرتها إذ رأى أن باركوخبة هو المسيح المنتظر فأن تلاميذ كثر من تلاميذة ضم للثوار وقد قتلوا مع الآلاف ولكن خشية الأحبار من الحديث صراحة عن ارتباط أحد رجالاتهم الكبار بالثورة جعلهم يقولون أن سبب موت التلاميذ هو وباء حل بهم وليس بسبب انخراطهم مع ثورة باركوخبة القصة الثانية التي تقدم سببا لهذا الاحتفال الشهير أو المعروف ثمت تفسير مختلف للاحتفال يقول أن الحبر شمعون باركوخاي مات في يوم لاكباومر اليوأي في اليوم الثالث والثلاثين من عمر فهذا الحبر بقي يتحدى الحكم الروماني بعد فشل الثورة ضدهم واختبأ لسنوات في كهف وتقول الأسطورة أنه بقي هو وأبنه في كهف على مدار 12 سنة حيث كان هو وأبنه يعيشان على الخرنوب على شجر الخرنوب والتي توفرت لهم بمعجزة من السماء فكان شمعون وأبنه يدرسان وصليان طول هذه الفترة وعندما غدر شمعون وأبنه الكهف أبر شمعون عن دهشتي واستيكاره من حال المجتمع قال أني كيف الناس مجغولة بحياة المادية والعمل وقال أني تركت دراسة التوراة قال أنه يجب على الجميع أن يدركوا أشغالهم وينخرطوا في دراسة التوراة ولكن الله حسب الأسطورة قام بتوبيغ هذا الحبر وقال له أنه يريد أن يدمر العالم بالزهد وقال له أن العالم قد خلق بشكل متكامل أن الحياة لا تكامل ولهذا فرض عليه أبقاه سنة إضافية في الكاف وقد كان هذا البقاء الذي بقى في الكاف له أصداء عند الصوفيين اليهود الذين يسمون الزهر وفي هذا العمل الذي كتبه الصوفيين اليهود في الزهر عمل رئيسي في القبال اليهودي وإلى اليوم يحتفل هؤلاء اليهود المتدينون الصوفيون في لقب عمر حيث يزب بعض اليهود إلى قرية في منطقة ميرون في الجليل قرب صفد ويتم إشعال النيران وغناء الترانيم القبالية ويقوم الحسيديون بحضار الصبيان الذين بلغوا سن الثالثة سنوات إلى قرية ميرون يتم قص شعرهم للمرة الأولى وتقول الأسطورة الحسيدية أن عشية موتي قام للحور الشمعون طلب من تلاميذهم أن يجعلوا هذا يوم يوم فرح أي يوم موتي تفسير ثالث لهذا الاحتفال يقول أن هذا الاحتفال مرتبط بأنه مرتبط في المن الذي قدمه الله إلى الشعب الذي قدم له هذا بمعاجزة في الصحراء فأول مرة نزل إلى الشعب كان في يوم الثامن عشر من أيار وهو الذي يصادف هذا يوم الاحتفال لليوم لاقب عمر أصبح له السمة روحانية عند اليهود المتدينين ففي هذه الفترة يقوم بها اليهود المتدينون في دراسة التوراة إلى مدة فترة العمر في حالة تطوير وتنقية النفس توجد تقليد خاصة في لاقب عمر التقليد الأساسية أن هذا اليوم هو يوم استراحة من فترة الحداد لمدة شهر ونصف فيقوم فيها اليهود في هذا اليوم بأشكال مختلفة من التعبير عن الفرح التعبير الأول يقيمون حفلات الزفاف فيقوم اليهود حفلات الزفاف في هذا الفترة من عمر فقط في هذا اليوم وفي هذا اليوم يجوز قص الشعر ويسمح فيه قص الشعر كما يحتفل فيه الناس بالقيام بالنزهات والرحلات الظهرة الثانية إشعال المشاعل يفضل أو يتحمس اليهود المتدينون الصوفيون إلى إيقاد النيران المشاعل في الليل والشكل الثالث هو الحج أو الذهاب إلى ميرون حيث هو مدفون الحبر شمعون باريوخاي حيث يذهب اليهود المتدينون إلى قبر الحبر شمعون والشكل الثالث الرابع أطلاً هو اللعب بالسهام حيث يلب الأطفال بالأقواس والسهام وفي هذا الفتر أيضاً يوجد هذا اليوم يوجد موكب شهير يحتفل فيه يمكن الشخص أن يشاهده في المناطق اليهودية لا سيمة في فلسطين هو موكب لاك بعمر حيث يخرج الأهالي الذين يحتفلون في هذا العيد في موكب شهير آخر الأشياء هي نوعاً من الشكر إلى شمعون يقوم أيضاً الناس في تناول الخرنوب في هذا اليوم للذكرة هذا الحبر الذي عاش إطناء سنة في كهف هو وابنه على المادة الخرنوب من أجل هذا الاحتفال يقوم أيضاً لهذا السبب يحتفل اليهود في تناول الخرنوب ثم لدينا أيضاً في التفاصيل الأخرى أن القصص شعبية لهذا العيد له قصص شعبية كثيرة مرتبطة في هذا العيد لكل عيد يوجد له قصص في هذا القصة الذي تحدثنا عن قصة الحبر الشمعون تقول في أحد القصص التلمودية شبات 33 أن الحبر يوجد كان اجتماع بين حبرين الأول يسمى يوسي والآخر شمعون وكان يوجد حبر الثالث يهوذا فكانوا ثلاثة مجتمعين مع بعضهم أحدهم كان من خلفية أمامية بدأ الحوار بين ثلاثة أحبار في الحديث قال الحبر يهوذا أن يتحدث قال أن من الرائع هؤلاء الناس أي الرومان أنظروا كيف عملوا الشوارع وبنوا الجسور وشيدوا الحمامات فقدم لهم مديحا شديدا فالحبر الثاني وكان يسمى يوسي صمت لم يرد بشيء ولكن الحبر شمعون رد بحمية وقال له أن كل هذه الأعمال التي قام بها الرومان من بناء أسواق هو هدفه وبناء الحمامات هو هدفه وضع في الأسواق وضع الزواني وفي الحمامات لغراء الشباب والطرق من أجل جباية الضراب إذن كل ما قام به الرومان هو من أجل ترسيخ سلطتهم المادية فقام الحبر يهوزة بإبلاغ السلطات في هذا الحوار ولهذا اتخذت السلطات الرومانية قرارا قالت بأن يهوزة الذي كان متعاطفا معهم يجب أن يعلى من شأنه وأما الحبر الثاني الذي التزم الصمت فسوف يجب أن يذهب إلى المنفى إلى منطقة صفورية أما شمعون فلأنه استنكر وشكك بنوايا الرومان فيجب أن يعدم وبهذا طبعا هرب الحبر شمعون واختبى في ابنه مع ابنه في الكهف عندما قام الله بتوفير شجرة خرنوب نمت في يوم واحد وجاء الماء توفر في هذا المكان حتى تقول القصة بقية درسان 12 سنة وفي النهاية أتى إليهم النبي إليا وقال بأنه بعد مضي 2 سنة الأمور انتهت ولم يعد لهم خطر على حياتهما فخرجا وهذه النقطة الطريفة وعندما وجد العالم منهمك في العمل المادي واستنكر الحبر شمعون على الناس أنهم يخرطون في الحياة المادية ويتركون دراسة التوراة فالله ألقاهم مجددا في الكهف لماذا؟ لأنهم كانوا يريدان أن يغيران نظام العالم قال لهم سمع صوتا من السماء وقال لهم هل ظهرتما لتدمير عالمي عودا إلى الكهف وبهذا فعلا عاد الحبر شمعون لمدة سنة أخرى ثم سمع صوتا من السماء وقال لهم اخرجا من كهفكما انتهى الموضوع وبالفعل لما خرجوا الاثنين كان يوم عشية السبت فوجدوا الشخص عجوز كان ليلة سبت معه حزمتين من الآس وكان يجري فسألوا أني لماذا أنت تجري قال تكريما للسبت فقالوا أني يكفي أني كنت عندك حزمة آس واحدة لماذا إذن عندك حزمتين قال أني هذا الحزمة الأولى الأولى لذكرى يوم السبت والحزمة الثانية لذكرى الآية الكتابة التي تقول أحفظ يوم السبت فتقول القصة الأسطورة أن الحبر شمعون نظر لأبني وقال كم هي الوصية الغالية على شعب إسرائيل وعندها اطمأن بالهما إذن هذه هي خلفية القصة القصة إلى مجموعة تفاصيل خلفية هذا الاحتفال لك بعمر ولكن الحام أنها أخذت في الوجدان اليهودي المتدين الصوفي نزل احتفالية وقالت أن أهمية التوراة بالنسبة لهذا الشعب حلقة اليوم انتهت مع هذا الاحتفال الخاص في احد الاحتفالات اليهودي الثانوية ولكن هو الاحتفال رغم أنه ثانوي ولكن احتفال ظاهر وهام من الممكن مشاهدته خصوصا للذين يعيشون في منطقة فلسطين شكرا جزيرا وإلى اللقاء في الحلقة الخادمة دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر